مرحبا بكم محمد الجرايا خبير في الاقتصاد كالعادة مش نرجع على بعض الأحداث بالتحليل الموضوعي المستقل والعلمي دون أي انتمام لعل أهم حدث هو تعيين سيهيشام المشيشي كرئيس مكلف بتكوين حكومة جديدة بعد ما دخلت حكومة سيلياس الفخفاخ في فترة تصريف الأعمال وهذا يحكينا عليه فيما مضى السؤال اللي يطرح نفسه عند المواطن وعند الداني والقاسي ما هي حظوظ حكومة سيهيشام المشيشي باش نحط الأمور في نصابها سيليم الشيشي صرح وقال اللي الفرقاء السياسيين والأحزاب اللي في السلطة عندها وجهة نظر مختلفة وميش متقاربة ويصعب تجميحهم على رؤية وحدة وعلى هذا الأساس اختار واخذ القرار متاعه باش يكون حكومة جديدة متكونة من وزراء تكنوكرات مستقلين لكن أفاد أنه هو في حاجة لتأييد السياسي ودعم الأحزاب الحقيقة لهنا عندنا إشكال بسيط لأنه ما بين الاستقلالية ودعم الأحزاب معناها المسهلة ما هيش هينا وما هيش معناها محسومة لأنه نعرفه أحنا أنه المناخ السياسي اللي عندنا من الدستور 2014 إلى يومنا هذا هو مناخ أقل ما يقال فيه خانق للمبادرة ولمعمل الاقتصادي والنشاط الاقتصادي علاش؟ لأن الأحزاب الحاكمة في السلطة والحلفاء متاحة يتمسكوا بحكومات حزبية مش معناها حكومات حزبية؟ يعني محاصة بين الأحزاب ويحبوا الحكومة تكون مقسمة بين الأحزاب وكل حزب باش يرضى ويزكي الحكومة ويصوت لها في مجلس نواب الشعب يشترط أنه يكون عنده عدد أدنى وإلا معناها محسوم من الحقائب الوزارية يعني يسميه الوزراء من اللي يختارهم هو وإلا من الحزب متاعه وبطبيعة الحال اللي هنا ما عادش اللوجه على الكفاءة وعلى الشكل التكنقراتي ولينا اللوجه على الانتماءات وبطبيعة الحال إذا كان سيه هشام المشيشي ما يمشيش في المنهج هذا الحظوظ متاعه لنيلة تسكية اللي هي المرحلة الأولى أمام البرلمان تولي حظوظ ضعيفة وللأسف ولذا الإمكانية الأولى والمرحلة الأولى والامتحان الأول اللي هو فوز بالتسكية من البرلمان يكون مرتبط بمقدار وقدرة سيه هشام المشيشي على إرضاء الأحزاب اللي مشتصوت له واللي هي في السلطة واللي هي الأولى من ناحية عدد المقاعد يقول القائل إذا كما مشيش المنهج هذا وهذا وارد وتمسك بحكومة التكنقرات ما هو المآل؟ أولاً نذكروا أنه مش أول تجربة في حكومة التكنقرات نتعدوا بها في دونس شفناها مع سين مهدي جمعة وشفناها مع سي حبيب الجملي اللي هو معناها مسمى من طرف النهضة لكن وقتل يتمسك بحكومة التكنقرات والمستقلين والكفاءات ما تعدادش الحكومة متاعه ومخذاتش التسكية من البرلمان نذكر بحاجة أخرى أنه سيه هشام المشيشي يقع اقتراحه من رئيس الجمهورية كما اقترح سيلياس الفخفاخ والمفاجأة كانت إلى حداً ما في اختياره لسيه هشام المشيشي اللي هو مقدرة وكفاءة في الميدان القانوني وهذا يمنشكوش فيه لكن وقع الاختيار متاعه على خلفيتين اثنتين يلزم نذكر بهم الخلفية لولا أنه كان يشغل حقيبة وزارة الداخلية وكان مسؤول على الأمن وإلى يومنا هذا في حكومة تصريف الأعمال وأقع الاختيار عليه من طرف سيد رئيس الجمهورية وهذه مفاجأة للناس الكل على خلفية أمنية لأنه ياثق فيه وفي المقدرة متاعه والأجهزة الأمنية التي تمر بأمرته فيما يخص حماية الدولة وحماية رئيس الجمهورية خاصة بعدها هكاللغط وهذاك الأخبار اللي اسمعناها على محاولة الانقلاب وليخرج بمقتضاها سيد رئيس الجمهورية في ساعة من الأخرى من الليل وعمل زيارات للقوات الأمنية وعمل قصاريح كعادات على الإعلام ولذلك الخلفية ليست خلفية اجتماعية أو اقتصادية بقدر ما هي خلفية أمنية لكن المجال مفتوح ونقوم بعمله نقول إن شاء الله ينجح في المهمة متعه إذا كانت عدى المرحلة لولة والانتحان لول متاع التسكية اللي هو مضمون نوعا ما بإمكانية معناها اللجوء من طرف سيد رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان إذا ما وقعش التصويت على حكومة سلمشيشي ولذا التصويت بش يكون معناها من الإكرهات بالنسبة للأحزاب إذا كان سلمشيشي تمسك بحكومة تكنوكرات ويصوتوا لها يصوتوا مش على خاطر موافقين على حكومة تكنوكرات بينما وإنما على خاطر خايفين من حل البرلمان والانتخابات السابقة لأوانها إذا تعدى الانتحان لول هذه المرحلة الأولى السؤال اللي يفرض نفسه ما هي حظوظ نجاح في إنجاز البرنامج أو المنوال أو الحلول الاقتصادية وخاصة هو أعملك شعار النجاعة والجاهزية والنزاهة وكررها عدة مرات أنه جاي للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لهنا وقت نقول إنجازات يلزمنا عنصرين اثنين العنصر الأول هم الآليات القانونية ولهنا في كل مرحلة مش يرجع المزلس نواب الشعب ويقعد مدين بالتزكية والموافقة والآلية الثانية أو الحاجة الثانية هي الموارد المالية اللي هي مكثرها موارد جبائية أو موارد معناها من الديون الخارجية وكيف كيف لهنا باش يدعم وإلا باش يعمل التعبئة متاع الموارد يلزموا ترخيص من مجلس نواب الشعب ولذا في كل محطة وفي كل مرحلة متاع إنجاز اجتماعي واقتصادي هو في حاجة للعودة لمجلس نواب الشعب ولهنا مربط الفرس والتحكم في الدولة والتحكم في مفاصل الحكومة يقول القائل ما هي الوضعية الاقتصادية اللي داخل عليها سيل ما الشيشي والحكومة متاع ولنتمنون لهم النجاح وهذاك يكون نجاح لتونس وماذا ينتظره من تحديات التحدي الأول هو نسبة النمو وكانت تذكروا في أخر مايو أول جوان في المنبر هذا صرحت وتكهنت وتوقعت أنه بالنسبة لـ 2020 مش تكون نسبة النمو سلبية وقد تصل إلى إلا 12% والأخير دليل على مصدقية ذلك أنه البنك المركزي منذ يومين أو ثلاثة أصدر بيان وأقر نهائيا أنه نسبة النمو تسير نحو نسبة سلبية للناتج الداخلي الخام تقدر بـ 12% يعني إلا 12% أضف على ذلك عدد العدد المرات أنا قلت يجب أخذ قرار جريء لتجريم إيقاف أو تعطيل الإنتاج الوطني وقطع الطرقات ولهنا أيدني البنك المركزي في البلاغ متاعه مرة أخرى وقال بحرفية لا يمكن الكلام عن نهوض أو نشاط اقتصادي في ظل تعطل إنتاج الفصفات والمواد المنجمية من البترول والمحروقات العنصر الآخر والمهم في مخص الوضعية الاقتصادية هو سعر الصرف حيث اليوم بدل معناها الأحصائيات الأخيرة 1 أورو يسوى 3.2 دينار و1 دولار يسوى 2.7 دينار وهذه وضعية تخلي أن الاستيراد وحاجة تونس للعملة الصعبة مهمة إذا كان يقعد الميزان التجاري مازال سلبي وإخر المعطيات في جوليا 2020 يقول لنا الميزان التجاري سلبي بـ 964 مليار دينار من جبلة التحديات الأخرى التحيديات الاجتماعية ونحن نعرفه وتعلمنا واخذينا توا تجربة مدة سنوات هذه الكل أن الأطراف سياسية أو غيرها نقابية أو غيرها التي تبدأ لا شيء راضي على الأداء أو على الخيارات بالنسبة للحكومة أو على تكوينها توعز وإلا تقوم ببعض رسائل معينة اللي الحقيقة معناش عليها دلايل لبعض الحراك الاجتماعي ومعناها ربما من الصدف اللي لافتة للانتباه وقت اللي يبدأ الموضوع في المرحلة هذه نشهد الحرايق في الغابات ونشهد قطع الطريق ونشهد المطلبية والتفاقم متاحها وقطع الانتاج وما إليه هذا التزامن يعني يلفت النظر وممكن يخلينا نفهمه أنه فم نوعا ما معناها التناغم مع المطلبية بالنسبة للأحزاب والجهات الأخرى عنصر آخر مهم هو أن الطرف النقابي مصر على الزيادة في الأجور ومتمسك بها وقاعد يدفع نحو الضغط على الحكومة وعلى الميزانية بغض النظر عن حقية المواطن التونسي في تحسين الأجر المتاعه والمقدرة الشرائية السؤال اللي يفرض نفسه في سنة كارثية مثل سنة 2020 ما هو الأجدى من ناحية الاجتماعية والاقتصادية هل أنه نزيد الناس اللي عندهم خدمة واللي وقع إنقاذ مواطن الشغل المتاحة منزيلهم في الشهرية وإلا نبعث مواطن شغل جديدة للأطراف والعائلات اللي فقدت العمل المتاحها ومشات للبيطالة بسبب معناها الكارثة كوفيد 19 وبسبب المشاكل اللي تعدناها في السنة هذه المنطق يقول أنه نبجلوا الناس اللي ما عندهم شي شغل ووظائف ومن بعد نتلهاهو بالناس اللي عندهم شغل التحدي الآخر هي المديونية اللي كانت في فترة من الفترات هي باللونة والبلونة الأكسجين اللي نستعملوها ووقت اللي يقع شحها في الموارد أو في معناها الأموال اللي تتحقها الدولة التداين العام وصل 85% من نتج الداخل الخام منهم 60% يعني تداين خارجي وهذا يجعل الوضعية متى تونس وضعية هشة والخروج على السوق المالية موشي سهل وحتى إذا كان لقات مقرضين أو مانحين مش تكون بشروط معناها مشحفة وأولها ارتفاع نسبة الفايدة اللي لاحظوه بصفة عامة هو أنه ما خرجناش من البوطقة متاع المطلبية ومتاع الضغط على الحكومة في مستوى الحرك السياسي وكل الوسائل المسموحة والغير مسموحة المشروعة والغير مشروحة مستعملة ويقع اللجولها بمنطق الغاية تبرر الوسيلة وهذا يخلي ويعطي انطباع للمواطن التونسي أن الحكومة في واد والمواطن في واد آخر اللي يخمم على الزوالي ويخمم على المقدرة الشرائية متاعه ويخمم على ظروفه اليومية وعلى أولاده وعلى التعليم متاحهم وعلى الصحة وعلى النقل وعلى القوت اليومي ما هواش هو نفسه اللي اليوم يعمل في معناها مسرحيات مطلبية أو شعبوية في المنابر وفي غيرها الاقتراحة اللي نقترحه أنا على السيد هشام المشيشي الرئيس المكلف بالتكوين الحكومة الجديدة هو أنه يحمل الأطراف الكل المسئولية التاريخية في مخص الخيارات متاعه وما يقدم وما يعرض الحكومة متاعه على مزلس نواب الشعب أو البرلمان إلا بعد أمضاء وثيقة اتفاق كمعناها باكت أو عهدة اللي هي معناها تخلي الأطراف الكل تلتزم باحترام البرنامج اللي بش يقدمه والإنجاز اللي مش يعمله أما إذا كان مش نمشيه في المحاصة الحزبية وفي الأرضاءات لحقيقة الآمال في إنجاز لينفع البلاد وينفع الشعب التونسي تكون آمال متوسطة باش ما نقولوش ضعيفة وهذا الحقيقة ما يقدمش بنا هذه نظرة على الأحداث الأخيرة وملتقانة في الحرقة المقبلة إن شاء الله